فانا عايز اقول حاجة كلنا زعلانين اه طبيعي ان انت تزعل على ماتش مبارح انا كنا على بعض خطوات وكمان اللي زعلك اكتر ان انت وصلت للضربات الجزاء اللي فيها حارس مرمى عملاق وفيها العيبة رجالة وفيها توفيق غير عادي لين اف ماتش ساحل عاج وماتش الكاميرون وبالتالي كان عندنا امل وكنت وصلت كمان لتلات ضربات جزاء وتلات ضربات جزاء زي بعض يعني انت ضيعت واحدة هو ضيع واحدة وفضلنا ضربتين وضربتين يعني ضربتين وضربتين وكنت انت يعني الخصم داخل وبعدين مهند لاشين كمان من ضمن الاراء اللي كنت سمعتها ان ازاي يعني النن مايشوتش ليه النن مايشوتش ليه تريزي جي مايشوتش دول اللعيبة دوليين بيلعبوا في الدولة الانجليزي ازاي هم مايتحملوش المسئولية ليه عب منعم ليه مهند لاشين ليه مروان حمدي شمانا مروان حمدي اللي لسه نازل وملعبش ربع ساعة في البطولة كلها يشوت زي وزي مهند زي عب منعم ليه دولي يتحملوا المسئولية واللعيبة الكبار اللي بقالهم خبرات كبيرة جدا مايشوتوش دي وجهات نظر لكن في نفس الوقت ممكن يكون مش لازم تكون دولي او عندك خبرات لكن قدرتك على تحمل الضغوط بتكون صعبة فان انت صارح الجهاز الفني ان انت مش قادر تشوت دي بتحصل وحصلت قبل كده مع ابراهيم سعيد في نهاية افريقيا في 2006 على ما اتذكر في المباراة النهائية ابراهيم قال لهم لا مش قادر اشوت انني اعتقد فيه امام الكاميرو انقال نفس القصة او امام ساحل عاج مش فاكر امام كودفار وبالتالي يعني خلاص دي لا تقلل من اللاعب فيه ناس قالت هو ليه صلاح كل مرة شوت المرة الخامسة طيب كان اولى ان هو يخش الرابعة هو ده بيبقى اتفاق مسبق ومحدش عارف ان مهند هيضيع مع مهند اللي قابليها جاب وعب منعم مرتين قابليها احرز هدف وعلى فكرة المرة دي عب منعم كمان شاط الكرة كويس جدا وعب منعم احد اكتشافات البطولة يمكن المباراة دي يعني بسبب الجهد البدني ويمكن كان اقل من مباراة كابر واقل من مباراة ساحل عاج لكن في نفس الوقت العيب كبير العيب كبير والعيب مهم